عم الشيخ عبدالله السؤال من الأستاذ محمد عبدالغني الفرقة التانية كلية إعلام ماشاولا هو عايز يطمئن أولا على أهالي العريش ووضعهم ومشاركتهم في عملية التنمية تمام أولا أحنا من سنوات بعيدة طلبنا من وزير التعليم العالي أن يدفع بقوافل من شباب الجامعات إلى سيناء لتعرف شباب تلك المحافظات أو شباب الجامعات على طبيعة سيناء وجغرافية سيناء وتعرف على قبائل سيناء حتى يعرف سيناء وشهولها وجبالها وشنغيب الجبال والأودية ويعرف سيناء على الطبيعة طلبنا من وزير التعليم العالي في ذاك الأزمنة وما زلت بكرر طلبين أولا بالنسبة للشباب سيناء أطمئن تماما هم حقيقة شباب وطني شباب مخلص شباب قدم تضحية وقدم نفسه فداء للوطن ويمكن أننا الآن شباب سيناء بنحاول نجد لهم وظائف حتى يستكمل حياته ودورة الحياة سواء في زواجه أو في إيجاد مأولي وشقة بنحاول من خلال الشركات الموجودة أن يتم وظائف منها سيناء الأول محافظة حقيقة دائما شغال في هذه الاتجاه والدولة حقيقة بتدعم في إيجاد وظائف لبناء سيناء اتنين إن الشباب سيناء هم أحنا كنا شباب حينما انخرطنا في العمل النضالي في قبعات خمسة وينيو وسبعة ستين ما احنا كنا زيكم شباب ولكن الوطنية خلتنا إن انخرط في العمل النضالي مع قوات المسلحة لأنه لا يمكن أبدا يمكن الضيوف النهاردة المحترمين تكلموا على موضوع المؤتمر الحسنة ونعزي يقول له الجامعة ببطولات مؤتمر حسن الشباب من القبائل بمعاونة قوات المسلحة عم الشيخ برهيم جاء له ولكن أرادة إسرائيل بعد نكسة خمسة وينيو وسبعة ستين أن تلحق مصر هزيمة معنوية بأن ابناء سيناء يرغبون في الانفصال عن مصر وعايزين حكم دولي ابناء سيناء بالتنصيق مع قوات المسلحة لقنوا ديان والمعسكة العسكة الأسكالية السهيونية درسا لن ينسوا أبدا حينما صعد ديان على منصة وهو جاي واسق تماما من خلال وكالات الانباء العالمي اللي هو جايبها أن الشيخ سيناء حيعلنه الآن في صغير مصر ابناء سيناء والشيخ سيناء والشيخ عبن عامر والمجموعة اللي معاه وكل مشيخ وقفوا على كلمة واحدة هذه الأرض أرض مصرية ونحن على هذه الأرض مصريين واللي يرغب في التحدث عن الأرض فليتجه لجزعيم جمال عبد الناصر مشي ديان العدو الإسرائيل اللي أنت الله عليه نزل من المنصة وركب طيارته ومشي لقانوه درس لن ينسوا هذه الشباب سيناء مع الشيخ سيناء مع تنصيق مقدومة مسلحة الشباب بطمن زملاتكم الشباب بطمنكم عليهم وكويسين جدا هم بس ربنا يوفقنا ناجد لهم مظائف حتى تستكمل دورة الحياة وانتو كان على شباب بكلية إعلام عليكوا دور كبير جدا لأن أصبح الإعلام الآن ضرورة للمجتمعات ويمكن زي ما تكلمنا عن أستاذ أحمد الإعلام في سيناء أخفى حقاقتنا كثيرة عن شعب مصر الإعلام حقيقة في سيناء ينشط في 25 أبريل وفي 6 أكتوبر وثم يختفي ما عاد قناة السيبير إكسترا وبعض القنوات هي اللي بتتواصل معنا في الاتصالات في سيناء ولكن يجب أن سيناء تغطى تغطية إعلامية كاملة وأن تكون لك قناة تلفزيونية مختصة في سيناء بالإضافة إلى القناة الموجودة في السماعية دلوقتي لكن محتاجين لقناة في سيناء حتى تعرف ابن سيناء ابن الوادي إيه سيناء ومن هم شباب سيناء ومن هم أبطال سيناء تعرف شباب مصر إنه اللي وسيناء تعلام مهم جدا في العهد اللي حنف نيدها ثم إن الشباب اللي هم دور كبير جدا علينا وحنلول الشباب مبين الشارض حنشوف نفه نقصة بعد خطف مصر ما تخطفت في السنة المشؤومة إيه عمل الشباب مصر في 36 الشباب مصر بدأ يجتاح كل الشوارع ويجتباح كل الأماكن وهي يعني رفضه لاختظاف مصر لأن مصر حقيقة شباب لما تخطفت في السنة كان في غيبة أمل زي ما تكلم المشيخنا عنها كان غيبة الأمل لا تأمن على ابنك ولا على سيارتك ولا تبنى حد في أمن والآن وقت الحالي حينما تشوف الحرائق في ليبيا للأسف وفي سوريا وفي اليمن وفي المناطق الثانية أحنا نحمد الله أن عندنا أمن وعندنا استقرار أمني وأن فيه سيطرة تامة ونأمل السلامة لأهلنا في كل بقاع نعمل ذلك إن شاء الله لكن حيانا لما نرى هذه الحرائق في هذه الدول العربية للأسف بتحصل ونحن الحمد لله مطمئنين لأن الأمن 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 بدون أمن مرتاح تستقرر الحياة ونحن نشوفنا ما يحصل في السينات الفان أحنا نتمنى من الشباب ونكونوا تنادوا أيضا في كلية الإعلام وتنادوا من خلال الأمداء بتاع الجامعة ومن رؤساء الجامعة بدفع قوافل إلى السينات وضم صوت كل السينات صوت ناحنا اللي نعايزين الشباب في مصر وشباب الجماعات المصرية يتجهوا للسينات ولو زيارة يوم ويرجع يتعرف لسينات تحت عنوان أعرف بلدك هذا ما ننتظرنا أبدا لك ما يخدش الأمن بعض اللي يقولون سينات منطقة بعيدة الآن ثقافت المواطنة المصر في صباحة للأسف تمتد من خلال النيل الآن في نيل دخل مصر دخل سينا الآن أنك ترعي تستلام مصر للسينا عندك ترعي ترعي محاطة بحر البقر حيدخل سينا فبالتالي منحتاجين أيضا لتواجد وعزوك يا شباب والله في شباب كتير كانوا مجندين وماتوا في أرض سينات ودفنوا في سينات من كل المحافظات لا أقول محافظة يعني أنا عندي في الجماعية الناس من اسكندريه مجهدين أبطال عندي من القاهرة موجودين أبطال من الصعيد أو من جهدين أو من سويس من إسماعلي لكن أكثر شيء كانوا في سينا لمصر العملية كانت سينا فكان الشباب قبل سينا هم خرطوا وعددهم 757 بطل من الحاصلين عنوط الانتياز من رئيس الجمهورية في معاونتهم من قوات المسلعة من الطبق الأولى طبق أولا كيدا فبالتالي الشباب كان عليهم دور كبير ونت عليهم دور كبير جدا فأيام كل جاية التكاتف والتماسك مع بين الشباب والاتحاد خلف قيادة سياسية وعية مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي تكون البلد حتتمشي وتمر الأزمة اللي احنا بنعاني منها الآن للأسف هناك يقول لك في غالة في مصر طب الغالة ده عامعة كله الحرب الكورنية من خلال كل العالم من يموج في بعض احنا الحمد لله مهما عندنا احنا بنرجو من الله ان الله ان التجار يتقل الله بس ويخفضه في اسعار الناس مش يغلب مزاجه حتى يعلى على البلد لا احنا ما ننتظرين الفرج كبير جدا ان شاء الله ان شاء الله